ايه قدكم هذا عبارة عن باكروريا اجنابية ومعندوش بالزات من اللي يحطوا الاستاذ حيمر في الصفحة او على الفيسبوك هذا هذا الموضوع منتقى من باكروريا اجنابية في فكرة مليحة مشكل علمي رائع مادة تؤثر على عملية التركيب الضوئي عند النباتات يتميز النبات الاخضر يلا بسم الله يتميز النبات الاخضر بقدراته عنده بناء يتماشى مع مواضيع الباكرورية الجزائرية في المنهجية الجديدة رائع على المقياس وما فيش الحل تاعه ونتحدى اي استاذ يذناله ها يا ملا خاض نجيكم التالي ما كاش هذا الموضوع ما تلقوش الحل تاعه ما تلقو حتى استاذيره لا في المراجعة البدائية ولا الشاملة ولا النهائية واحد ما يدناله فسكن فيه صعب نوعا ما صعب على الاساتيدك بالتلادي وانتم ان شاء الله في نهاية الموضوع هذا في نهاية الحصة راح يقول لي سهل عليكم وتفهمو فيه كل شيء صح يتميز نبات الاخضر بقدراته على تحويل طاقة ضوئية الى طاقة كيميائية كاملة ويفتقالية محددة هذه هي عملية تركيب ضوء يمكن لبعض المواد مثل الباتولين ميكوتوكسين 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 هي عبار عنصم تنتجهو المهارية لا ترى بالعين مجرادة هالفطنيات تنتج هذه المادة وتتطفل بها على شكون على النبات الاخضر سمتعيش مع النبات الاخضر وتطفل عليه باش توقف عملية تركيب ضوئي عنده وتمتص المواد الكيميائية أو المركبات العضوية تعيش بها هي كي تنمو وتتكافر وهذا ما يؤدي إلى ماذا؟ إلى إلى التلف في الجودة عن نبات وكذلك موت النباتات وعدم تطور المحصول الزراعي ما تكونش كينات جودة في المحصول الزراعي لأن عملية تركيب ضوئي تريد تعاني تنقص عملية تركيب ضوئي والطفيليات أو الفطريات هذه تتطفل على النبات أخضر بالتالي رح ينقص مردود الطاقوي للنباتات هذه بالتالي ما يشرح تخدم لي ما يشرح تتطور وتصدهر بالطريقة الصحيحة وبالكيفية الكيفية اللي لازم تكون بيها هذا على بيها يستعملوا مبيدات حشارية يستعملوا كذلك الأسمدة اللي فيها المواد تؤثر على نشاط هذه الفطريات بس كل الفطريات هذه تفرز مواد سامة والمواد السامة تؤثر على نمو النبات الأخضر في هذه الحالة مثل الباتولين أن تؤثر على إحدى هذه الآليات نسعى في هذه الدراسة لفهم آلية تأثير مادة الباتولين إذن المشكل العلمي تاني واشنو هو المشكل العلمي هو تأثير مادة الباتولين على النبات الأخضر على النبات الأخضر اللي يقوم بعملية تركيب الضوي صح الجزء الأول يقول تم حظ نوع من النباتات اليخضرية لونتي دو نباتات اليخضرية عدس الماء يتكاثر كما التحالب في وجود تراكيز متزايدة من مادة الباتولين لمدة سبع أيام تم قياس معدل نمو هذه النباتات النتائج محصل عليها موضحة في شكل ألف من الوثيقة واحد شكل ألف من الوثيقة واحد وش عندي عندي أعمدة بيانية توضح ماذا أعمدة بيانية توضح تطور معدل النمو بداية تركيز الباتولين وش راه يصرع راه ينقص معدل النمو ماذا نستنتج نستنتج ديركتهم أنا مش هاعد لكم تحليل هنا يتخدمه وحدكم في غياب مادة الباتولين يكون معدل نمو مرتفع يفوق 30 وحدة اعتبارية يعني نهدر فيها ما نشعر نكتبها ما نشعر نقول خلاص تحليل هذا تعديل يصغر وبزيادة تركيز الباتولين نسجل تناقص بمعدل النمو إلى النياصلة تبدأ بالابتدائية وتكمل في النهائية الابتدائية شحال زيرو نهائية شحال زيرو كات صحيح؟ رأينا نزيد الغرب شوية نسجل ماذا؟ تناقص إلى أن يصل إلى تقريبا شحال؟ خمسة خمسة آه يا روح ما علي شو نقوله؟ خمسة وحدة اعتبارية وفي البداية يكون يفوق 30 وحدة اعتبارية قيما اللولانية تقولها وقيما اللخران تقولها وبينهما تمدل مقارنة هل فهو تناقص أو تزيد تناقص نستنتج ماذا؟ نستنتج أن مادة الباتولين تثبت نمو شكور؟ النباتات اليخضورية كالله تفلسف هنا لأنه تتفلسف وكانت تخش فيها في التفاصيل تلقى روحا تجاوب تعلق وثيقة أخرى بالك مع الدنمو وخلاص الكائنات باش تنمو لازم تكون عندها الطاقة والطاقة باش تجي لازم عملية التركيب الضوئي في البداية وعد النمو هذا راح ينقص ما عندها الطاقة نقصت خلاص؟ ما عندهاش باق النباتة هذه باش تنمو ما عندهاش ما عندهاش مركبات عضوية تعملها باش تنمو تكاتر ما هو السبب يا تورا؟ عملية تركيب الضوئي فيها خالل بسرحوين في قولها في قولها من بعد في الشكل بار في الشكل بار ماذا نراحل؟ وش عندي؟ اه كما وش خالك؟ النتائج المحصل عليها موضحة بالشكل الأجمل الوثيقة واحد يعرض معلق أو يعرض عفوا معلق من الصانعات الخضراء في الصانعات الخضراء في الماء للضوء في شروط تجريبية مناسبة للضوء للضوء كين ضوء في شروط تجريبية مناسبة وفي وجود تراكيز متزايدة من مادة الفاتورين يا جماعة نباتي يخضوري كين يخضور وكين ضوء والصانعات الخضراء احنا الصانعات الخضراء عليها ما قال اش فيتو كي درنا تجربة هيل تجربة هيل وش تقول؟ تقول بأن الضوء ومستقبل الإلكترونات شرطاني ضروري لانطلاق ماذا؟ الأكسيجان صح بصحة هنا وش دار؟ دار معلق تا صانعات خضراء في وجود ماذا؟ الضوء فقط اسكوزاد هنا يا مستقبل الإلكترونات اسكوزاد مستقبل الإلكترونات ها؟ ما زادش مستقبل الإلكترونات لماذا؟ في شرط مناسبة وما كانش مستقبل الإلكترونات نورمال مو نورمال مو ما يكونش كين انطلاق الأكسيجان صح ولا لا لا؟ ولكن في تجربة هيل دار تلاك ويدات دار تلاك ويدات معزولة يا جماعة تلاك ويدات المعزولة في تجربة هيل ها هنا عندي صانعات خضراء هنا عندي صانعات خضراء يا خير صح في تجربة هيل ويش عندي؟ عندي تيراكويدات معزولة يا جماعة تصامي على الخضراء هاي المستقبل الطبيعي الإلكترونة اللي هو الاد بي بلوس ثم ما تسحق غير الضوء فقط الضوء وهولك مستقبل إلكترونة موجود صح أنتك يدير تجربة هيل فيها تيراكويد فقط تيراكويد ما هوش في الوسط الطبيعي هل يوجد مستقبل إلكترونة هنا؟ ما كاش إذا المستقبل إلكترونة واللي شرط ضروري هنا هو الاف إتروا بلوس بدونه لا ينطلق الأكسيجن اسمعوا مليح وش في مليح لشاني نهضر بالك بالك تهمي الشروط التجريبية كتكون تغفوصي في الخدمة لازم دايما تتولح إذا قال لك معلق تيراكويدات ولا معلق صانيعة خضراء شي كيف كيف تيراكويد راي يولي مستقبل إلكترونة شرط بدونه لا ينطلق الأكسيجن أما صانيعة الخضراء مستقبل إلكترونة مكن لها تقول عليه الشرط لأنه هو موجود طبيعيا السمع الشرط اللي حي يتغير هو الضو بلعك أنا بيها قال لك هنا ضروري الضو سطر عليها في شروط تجريبية مناسبة سطر عليها إنها ضربحات انت انت شوف فيها قلت لك سطر عليها وانت هي تاني سطر على الصانيعة الخضراء للضو في شروط تجريبية مناسبة وفي وجود تراكيز متزايدة من مدد الباتولين صح تم قياس كمية الأكسجين المنطلق عن طريق إدخال لاقة الأكسجين إلى المعلق هنا دلنا نصند باش نعرفو كمية الأكسجين كيف أشراح النتيجة وش كانت لاحظوا جيد في غياب مادة الباتولين ولا في وجود تراكيز ضئيلة جدا من مادة الباتولين ميكرو مول بار نتر تكون نسبة الأكسجين مرتفعة طيب بدلكم المنحنة منها المنحنة تركيز ضئيلة سنة مش يكونوا شابين بزافة دفوع يبدلكم المنحنة بيزار صح تقريبا سنة فاصل واحد ميكرو مول تكون نسبة الأكسجين مرتفعة تقدر بـ 80% تقريبا أكثر من 80% وبزيادة تركيز الباتولين نلاحظ تناقص في تركيز الأكسجين إلى أن يصل إيلا إيش حال عشرة بالمئة عند عند نقوله ثلاثة بس كما بين واحد وعشرة عند تقريبا ثلاثة ورأنا دروك الشيخ دروك نديرو الاستنتاج واشي هو الاستنتاج هل سننشوفو واش عطاونا الاستنتاج للزوم أي الجواب الصحيح هو تطبط أكسدة الماء نستنتاج أن مادة الباتولين تطبط أكسدة الماء ومنه ومنه لا يحدث انطلاق الأكسجين غلا غلا ميزامي هادي هي هاده أنا واش قلت بتقوليش ما حاكي مضوئية يارس الشحم يارس الهندي ما حاكي مضوئية يارس فيها الاتي بي فيها ارجع النواقل فيها أكسدة الماء فيها الدنيا فيها الدنيا الدنيا الأودو منين يجي إخي من أكسدة الماء أش دوزو ولا تنين أش دوزو يمدلك أودو منطالة هاوليك يفرفر زائد ربعة إلكترون زائد ربعة أش بلوس هاو هاوليك أكسدة الماء لم تحدث أكسدة الماء يا جماعة هارواح تشوف الخموشوية في الفراغية الدروك هارواح هارس الهندي هارواح 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 اليخضورية معناها تؤثر على عملية التركيب الضوئي تركيب الضوئي ضروري لممو النباتة اليخضورية صح وهنا عرفنا بأنها تؤثر على المرحلة الكيموضوئية وبالضبط على ماذا أكسدة الماء وبالضبط تمنع أكسدة الماء دوكين ديروا تركيب بينهما وش نقول مادة الباتورين تؤثر على النمو النباتات اليخضورية ونقول تطبط تطبط كما كان نباتات اليخضورية وذلك بتأثيرها على عملية التركيب الضوء حيث حيث تعطل المرحلة الكيموضوئية وبالضبط أكسدة الماء بالضبط ماذا أكسدة الماء ومباد يمكن ومنه كذلك يمكن تحليل استنتاج هاي هاي صعبة هاي صعبة تحليل استنتاج تحليل استنتاج تركيب بين الوثيقاتين خرج تأثير العام لمادة الباتورين على النمو إذن على التركيب الضوئي إذن على المرحلة الكيموضوئية وبالضبط وين في أكسدة الماء وهنا يمكن بعدها مباشرة نشوف وين الروح يمكن اقتراح شو أعطي لي مخك هات لي مخك هنا أجي تشوف أجي تشوف اعتمدنا على هذا النتائج كما قال لي اقترح فرضية لتوضيح آلية تأثير مادة الباتورين على التحويل الطاقوي المدروس اعتمادا على النتائج التجريبية الموضحة في أشكال الوثقة ومنه يمكن اقتراح فرضية تالية ما هي فرضية هذه شوفوا يجمعت الخير عدنا النظام الضوئي الثاني PS2 عدنا النظام الضوئي الأول PS1 عدنا نواقل الالكترونات نواقل مستقبل الالكترون يقدر يديروا R ومبادة يقول لي RH2 R زائد 2 الالكترون زائد 2H يقول لي RH2 علىها 2 الالكترون 2H وشنو هما 2H 2H مع الـR وش يقول لي RH2 ها صحي R ريدكتور معناها ريدكتور مرجع داكور مرجع كان دفع يديروا T يقول لي TH H plus T هو T مع أنتا يقولك تخنسبورتور يقول لي تخنسبورتور ديدروجين روك هذا مستقبل الالكترونات يسموه كذلك ناقل الهيدروجين علاه لماذا لماذا بسك الهيدروجين هذا هو كامبله هيدروجين ومع بعد جاب الهيدروجين ونح يديه رح يديه إلى حلقة كالفن ينقله من المرحلة الكيموضوئية إلى المرحلة الكيموحيوية طح جاء الشيخ صرع أكسدة الماء هذا هو الشرط المباشر على بها ضفناه احنايا هنا في الاستنتاج أكسدة الماء لازم صرع أكسدة الماء وبعد صرع أكسدة الماء لازم يفقد إلكترونات وبعد يفقد إلكترونات لازم يكتسب عليه الإلكترونات لازم ما تقلقونيش يعني نزعف عليكم السلطة حصة الأولى وحصة الثانية حصة الأولى والحصة الثانية أو هبط واحد 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 خرج ما بدأت تنقص القدرة الإنتاجية تاعي ولا هذا ما عندوش قدرة استيعاب كبيرة واحدة مزوج صح واحد واحد لا يقاس عليه واحد لا يقاس عليه صح يا جماع وش قلت لكم شان ينقولكم شا غد ينقولكم شا بغي نقولكم ايه قلت لك باش ينطالق الأود لازم ترأق سادة الماء بس رأق سادة الماء لازم PS2 يفقد إلكترونات وباش يفقد إلكترونات PS2 لازم يكون PSA قادر أنه يكتسب عليه قادر أنه يشد عليه إلكترونات ثم إذا كان PSA ما هوش قابل إلكترونات على PS2 لا تنتقل ثم هنا إذا كان عندي مثلا حاجز يمنع انتقال إلكترونات بين ال PS2 و ال PS1 رغم وجود الضوء هل يتأكسد النظام الضوء الثاني؟ لا كما يتأكسدش النظام الضوء الثاني كان هنا أنزيم يدعى أنزيم تحلل الماء ولا أنزيم الأكسدة الماء هل يتحفز الأنزيم هذا؟ لا يتحفز هل يحضر أكسدة الماء؟ لا يحضر أكسدة الماء هل ينطلق الأوكسيجان؟ لا يحضر أكسيجان آه تسمى كل شيء راح مربوطة مع بعضها صح ال PS1 باش يكتسب ال PS2 لازم كذلك يلقاش كل يشد عليه اللي هو مستقبل الالكترونات مستقبل الالكترونات يرجع إلى ال H2 صح الآن يا جماعة الخير يتواصل انتقال الالكترونات ويحدث ماذا؟ ضخ ال H plus ثم يحدث تراكم الهيدروجين ثم يحدث تدرج في البروتونات تعود البروتونات عبر الكورية المدنبة فتحفز أنزيم ال ATP سنتازة على فسفارة ال ADP نضيف له فسفارة ال ADP يضيف له فسفارة ال ADP يصير زائد PE ها هو الناتج الأول وها هو الناتج الثاني صح الآن وشنو هي الحاجة اللي تقدر توقف انطلاق الأكسيجن هذه الفرضية تراكم هذه الفرضية هذه الفرضية المادة الباتولينة تعرق الانتقال الالكترونات هذه السهلة تمنع انتقال الالكترونات بين ال PS2 وال PS1 تمنع انتقال الالكترونات بين ال PS2 وال PS1 أولا تقلو في السلسلة التركيبية الضوئية هذه هي انتقال الالكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية هل سواكم تشوفوا في كتبه نعم فرضية الأولى هذه الفرضية الأولى سيدلا باتولين فرضية الأولى للدزيام فرضية الثانية فرضية الثانية تقدر مادة الباتولينة الشيخ بالصح لازم نضرب طلع للجزء الثاني باش نشوف بسكو كان بزيب فرضية دوك لازم نعرف لازم الفرضية الصحيحة تعلقة لازم تكون موجودة اوكي هيا رح نشوفه نضربه طلل تحتها تم حضن صانعات خضراء ضمنها شروط ملائمة في وجود ثاني اوكسيد الكربون المشار في أوساط مختلفة داكر 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 هنا رح يدير حيدير المرحة هيكي محياوية يتيم قياس نشاط اشعاعي نشاط اشعاعي وين في سكريات صانعات الخضراء في سكريات الصانعات الخضراء النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل الالف من الوثيقة التنية شوفوا الشكل الالف لكي الاشعاعي يعبر عن ماذا؟ عن كمية خلونا هذو الفرضية كيما راهم نروحوا باش نجيبوا فرضية ملاح هذه الفرضية طبيب ما ينحيها لك شهدي باينة اشقول هذي اعطيت لك عليها فكرة وليزم دايم لكم في راسك اذا ما صراش اكسادة الماء عندك فرضية توقف انتقال الالكترونيت بسكو هذا هو السلك الرئيسي اذا ما صراش انتقال الالكترونيت هنا قاعد تفاعلات تحبس يحبس انتلاق الاكسيجن هذي اوفيسيال تكون دوكالي معها الاخرين باش نعرفوا اكزاكت وش رو يحوسوا ونشوفوا في الجزء الثاني نسيب ليه الامور كيفة رأوا في صور لهم هذي ادروات انسيبلا دوكالي نفهمكم عبسا كمية الاشعاب السكرية المتشكلة السكرية المتشكلة وش معنها ما انت المواد العضوية والمواد العضوية تتشكل انطلاقا من الكربون تاعم المواد العضوية مصدره سود اخي شفتوا الابي جي والبي جي والرديب السودو يدخل في تركيبها سير نورمال في حلقة كلفن في حلقة كلفن المصغرة هذي اللي ما في نديروها رديب زائد سودو يمدلي ابي جي والأبي جي يعاودي يجدد الرديب ويخدم لماذا سكرية سكريات هي المركبات العضوية طيب وكده دلنا السودو موشع راح يبال الابي جي موشع ومبعد السكريات موشعة ومبعد الرديب موشع تم قياس كمية النشاط الإشعاعية بالسكريات الصانعات الخضراء النتائج المحصلة عليها ممثلة في شكل ألف من الوثيقة بالنيل من جهة الأخرى أصبر دقيقة روحوا الشكل ألف من الوثيقة تنيل لاحظوا جيدا أعطاني صانعات خضراء لوحدها كمية الإشعاعات ستوتسعين ألف صانع برك برك صانع برك ستوتسعين ألف كمية معتبرة صح صانعات خضراء زائد واش عندي فيها ربعة ألف مع كاتمين مع ستوتسعين ألف شو مدرنا والو والو مدرنا تعرفوا والو مدرنا مدرنا والو صح لأهل لي كيف صانعات خضراء هنا كتح بس هنا ما بين هادي وهادي ماذا تستنتج قبل ما نكملو وزعم وشو هي الستنتج دي عندك باتولين يؤثر على ماذا على ماذا على ماذا على التركيب السكرية هاي اشعارك بكمية قليلة في السكرية يؤثر على التركيب السكرية وتركيب السكرية تكون في عملية التركيب الضوئي ويكون في المرحلة كيمو حيوية سمع راح يأطلع المرحلة كيمو حيوية آه الشيخ مش يقولت إنها مقبلة محاكم وضوئية واش دخلوا الألف محاكم وحيوية يارس الشحم يارس الهندي لأن المرحلة حركة مضوئية. اذا ما صاش انطلاق الاكسيجان يا البلو. كل تفاعلات حلقة كل مرحلة مضوئية تتوقف. معناها لا يحدث ارجاء المستقبل. ولا يحدث تركيب الاتي بي. هادو الزوج حبي تنسق سيك. تسحقهم الو لم تسحقهمش. اه نحتاجهم. الاتي بي زائد الار اشتنين. اللي هو ناقل هيدرونجن او مستقبل اكتروات بعد ارجائه. اه السمه. كي نشوف عكا. ماروش نقوله دي راكتمو بانها تؤثر على المحاكمة محيوية. فبا تكون حابس. تقوله تؤثر على تركيب السكريات او المركبات العضوية. لانها اه هاد العملية فيها تكامل فيها علاقة بين المرحلة الاولى والمحاكمة الثانية. اتنسيون. تراش تزرب. بعد تقول تبدأ نتراش مكلاب طانيك وتبدأ تقلق. قلق ما هو الو غرب العقل. افنس. صانعات خضراء. صانعات خضراء. خضراء. زائد على بنابلاح تقعد هك. اه وش زدنا لها? زدنا لها الاتي بي والار اشتنين اروح كي مارا. اروح كي مارا. اروح كي مارا. اروح كي مارا. سما كيف تدنا هذو ما? نواتج شكون? نواتج الكيبو ضوئية السابقة. تريق لا البروبلاو لم تريق لا? تريق لا. تريق لا. صافي دعوة الباتولين كانت والارش دور. نعم. وهذه الزوج ضرورية. ما شعلم النتائج اللي عندك هنا. اجبد لي شو النتائج اجبد. اجبد نتائج. نستنتج. انما. انما. اه الالالباتولين. الباتولين يؤثر على انتاج الاتي بي و وارجاع شكون? الار وش سماه هذك? شما سماه? ما اعطاله حتى اسم. نسمي. سموه هكا. على انتاج الاتي بي و الار اشتني. الضرورية تاني. الضرورية تاني. لتركيب السكريات. 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 والا سموها ماذا? سكريات. تركيب السكريات في عملية التركيب الضوحي. والا. صافي تستنتاج بعد ما بيانسو تديرو لي تحليل مقارن الشاطرين. هكا. ما نزيج نعاود لك. تحليل مقارن. هكا. خلاص. بعد ما ديرت حليل مقارن. هنشغل ضربنا. ضربنا استنتاجين بطريقة. طريقة ارجوانية. كيش قاملها هذي على بالي. ها ارجوانية كيش قاملها ارجوانية اللون. طريقات. احتي. المهم. بينا بان الباتيولين يمنع تركيب هذو الزوج. في نورمال. بس كي حطيناهم عاودوا ولا كليش نورمال. معناه انا وش كان يدير. وش كان يدير هذا الباتيولين هذا. وش كان يدير كان يمنع تركيب هذو. هانا كي جبناهم او تريق لالبروبلان. في نورمال. وبينا بان هذا الزوج ضروريتاني لتركيب السكريات. بعد انت هرهم هنا يكون ضروريتاني. كما جوج ضروريتاني. اه كي اثر عليهم الباتيولين. ينقص. ما ينقصش. بدان ضروريتان مع انت ينقص. وراء. اونباس. اونباس. اه شيخ ماناها. ايضان شو يالحالة. صح صح صح. اوكي. دكو. اوكي. 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 بالوثيقة اثنين. من جيدة اخرى. تم اقياس نسبة انتقال. آل الكترونيج عبر السلسلات تركيبة الضوائية في وجود التراقل من مدهة الباتيولين. النتائج ха مع الشكل باب من الوثيقة واحد تم قياس اشعاع. وراءي الوثيقه واحد صبرالية. صبرالية. صبرالي. لو صبرالي وهي او. هلو وثيقة? هلون وثيقه. في الشكل بابعفوا من الوثيقة ثانية. الشكل باب من الوثيقاتنا. وش عندي عندي. وش عندي? عندي نسبة انتقال الالكترونيج Sister pulps بزيادة ماذا؟ تركيز الباتولين إذن الباتولين يطبط أو يمنع انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية هل الفرضية اللي قلناها فرضية صحيحة؟ نعم نعم ما زال ما بنش أسكي صحيحة يا راس الشحم يا راس الهندي فوركوة قولي على لأنه لا لا فرضية صحيحة عندكم الحق أنا راس الهندي ستفواسي أنا في هذه الدركة في هذه الحالة بس كنت ستريد راسعية أنا راس الهندي أنا أزرق وأنتم عندكم لون آخر أرجواني لاحظوا جهيدا هنا مش نقولوا بزيادة تركيز الباتولين لاحظوا ماذا؟ تناقص في نسبة انتقال الإلكترون معناها مادة الباتولين سهلة سهلين سهلين حللوا سنتش ديرتو شفيها السيونس حلل بل خرج النتيجة المناسبة باك لازم يكون عندك تكيطاكة صغيرة هكذا ما خوض وعطي خوض وعطي خوض وعطي حتى تلعيم الأمر مادة الباتولين تثبت انتقال الإلكترونات أو تعرقل هذا السلسل دفع يكون المصطلح تثبت ما يستحش معهم تعرقل تعرقل انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية أنا أروح غير بالعقل تم قيس الإشعاع الصادر من اليخضور في وجود الضو على مستوى النوع من التحالب الخضراء المعالجة بمادة البات تحالب الخضراء النتائج محصل عليها ممثلة في شكل جيم من الوثيقة يذكر ان اليخضور الذي يلتقطه فتونا ها هذي قررتها لكم هذي قررتها هذي لكت خايف منها وصرات هذي علشاني نقولكم انتم مقرأ ومليح وشاني ما تحلوش غالتاما انت تركيب ضوئي بوسكو الحاجة ليما زي ما طاحش في تركيب ضوئي هي تأثير الضوء على الأنظمة الضوئية على اليخضور الخام تجربة الاستشعاع وعلى الأنظمة الضوئية ظاهرة الرانين لاريزونانس اصلا ايضانها في اليوتيوب روحوا وياقوا وتجروا ليها هذي هي أصعب حاجة تقدر تحركيب ضوء وهنا يدخل يدخل الفرق بين تلميذ ها حل تمارين ويعرف منهجية وخشخاش شوية تلميذ قرأ عند استاذ ياسين تلميذ ما قرأش عند استاذ ياسين سيباتي كيفا اليوم راني غنش كوفيرو ها كيفا على فصيراني فاخور بالتلاميذ لي عن ناس على بالي بهم بلي هاد العام إن شاء الله الكونتور رح يطرقو قولوا آمين إن شاء الله تعطى شونس عشرين أروح ايا هنا يخضر يلتقطوا فتونا هاي لك جزئات اللي يخضر عندما تلتقطوا فتونا ها الالكترونية بتاها يشترى لها قال لك يمر الى الحالة المطارة شمانا الحالة المطارة يصعد إلى مدار أعلى الالكترون تعه ويمكن تخلص من هذه الإطارة وشمعنا يعود إلى حالته الأصلية هذه درتها لكم في الدرس يعود إلى حالته الأصلية فيفقد ما اكتسبه من طاقة لأن الفتون يحمل طاقة الالكترون تعالي يخضر ها ينتقل إلى مدار أعلى يصرى اللي يخضر يكون عادي والي يخضر مطار مهيج ها وش معناها وعند أودته إلى حالته الأصلية يفقد ما اكتسبه من طاقة يفقد ما اكتسبه من طاقة الطاقة هذه إذا كان يخضر خام في الحالة الطاقة في الحالة الطابعية حالة الطابعية طاقة هذه تلتقط من صبغة أخرى يخضرية تديها يحدث تناقل الطاقة بظاهرة الرنين هذه اللولة الثانية يحدث فقدان إلكترون غاني بالطاقة هذه تناقل الطاقة يكون بظاهرة الرنين يكون بين الأصبغة الهوائية يخضر تهالكم صح أما عند وصول الطاقة إلى أصبغة مركز التفاعل اللي هي P680 و P700 كيف تلحق الطاقة لهم وش يديروا يتهيجوا وكيف يتهيجوا الإلكترون تاحهم لا يعود إلى مداري الأصل يروح غاني بالطاقة البيأس يفقد إلكترون غانية بالطاقة والبيأس يفقد إلكترون غانية بالطاقة هذه الحالتين في الحالة الطبيعية أما إذا كان خلل في الأنظمة الضوئية مثلا في التجربة يحكمنا ليخضر وخرجناه من الأنظمة الضوئية ولا عندي يخضر خام فقد النظام الضوئي عمله راح عمل نظام الضوئي تزرب على الأصبغة هذه ولا عنده سلوك آخر الطاقة هذه تضيع على شكل ماذا على شكل فلور إشعاع أو 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 حرارة وهذه التجربة تجربة الاستشعاع شوش قالك هو يمر إلى الحالة المطارة يمكن تخرص من الإطارة بتلت طورق عن طريق نقل الإطارة إلى جزئة يخضرية أخرى هاي انتقال الطاقة إلى جزئة يخضرية أخرى هذا وش معنى نقل الإطارة الإطارة هي الطاقة أو يقصد بها الطاقة هذه اللولة وعن طريق نقل الإلكترون إلى مستقبل الإلكترون هاي في هذه الحالة الإلكترون هذا ونرى إلى مستقبل الإلكترون هذه فقدان إلكترونات غالية بالطاقة مستقبل الإلكترون هذا إلكترون غالية بالطاقة و البي أس دو إلكترون البي أس هو مستقبل البي أس دو الآن هو مستقبل البي أس البي أس دو هو مستقبل الماء هاي لك المعطي الأول. هاو المستقبل لبعده. هاو المعطي الثاني. هاو المستقبل لبعده. هاو المعطي الثالث. هاو المستقبل لبعده. من الماء هذه الغنية بالطاقة لما تشكل ال-RH2 ولما تشكل ال-ATP هل طاقة ال-ATP ها كيكبر لا طاقة ال-ATP جاي منها الالكترون لأن الحركة تاوية التي تساهم في ضخل H+, وضخل H+, هو الذي يساهم في تحفيز الأنزيم ال-ATP بالتالي تركيب ال-ATP إذن طاقة ال-ATP مصدرها هو ال-PS2 والطاقة الموجودة في ال-RH2 مصدرها ال-PS1 جيد أو عن طريق التألق التألق هو انبعاث الضوء ها وليك الإشعاع التألق وشنوه؟ هو انبعاث الضوء صح فهمنا هذه عليش مدهاننا؟ لأنه تم قياس الإشعاع الصادر من اليخضور في وجود الضوء على مستوى نوع من الطحاليب الخضاء المعالجة المعالجة بمادة الباتولين يا جماعة لاحظوا بأنه كلما زادت مادة الباتولين كلما زاد تركيز مادة الباتولين يزداد ها الإشعاع الصادر من اليخضور كلما زاد تركيز الباتولين لكن معايا ها وليك يزداد الإشعاع الصادر الإشعاع الصادر من اليخضور ها وليك هاي يزيد ماذا يعني هذا؟ شوفوا كيف كان زادت الباتولين كان إشعاع قليل آه كان إشعاع قليل معلها الإثارة كامل كانت تروح ب انتقال أو فقدان الإلكترونات وحضور ظاهرة الرانين معناها البي أس دول بي أس أ كانوا يفقدوا إلكترونات في غياب الباتولين بينما في وجود الباتولين وزيادته الطاقة والتي تترى على شكل ماذا؟ إشعاع الأنظمة الضوئية لصافية خالل ما شيف حركة الإلكترونات ها تسمع؟ الإشعاع رهي يزيد ضوك العملية ها هي تنقص ما دعب شوف إما هكا أو هكا أو هكا وقال ها لك شوف هو علش عطالك هادي بش يفهمك بأن الضوء الضوء أو الإشعاع الإشعاع هو الضوء بش أنت فاهمه إشعاع استشعاع إضاءة عن طريق التألق هذا انبعاث الضوء هو حالة ممكنة ولكن إذا إذا اختل النظام الضوئي هي اختل النظام الضوئي يقول لي ما كاش انتقال الإلكترونات وما كاش بقدان الإلكترونات غالية بالطارقة يقول لي انبعاث الإشعاع سمراه الإشعاع يزيد في وجود شوف رمارك ينقص في كلش كل حاجة ينقص فيها وغير هذا بركة يزيد فيه راي يزيد فيه عملكم حاجة مليحة حاجة عيانة هاي حالة طبيعية نقص إشعاع نقص إشعاع معنها الطاقة أو الإطارة الأنظمة الضوئية إطارة الأنظمة الضوئية التخلص منها يكون بماذا؟ يكون بتناقل الطاقة من جزئة يخضورية إلى جزئة يخضورية أخرى وعن طريق فقدان الإلكترونات غنية بالطاقة سمراه ما دمراه يزيد الإشعاع معنها التخلص من الإطارة أصبح بطريقة الإشعاع معنها فقدان فقدان الطاقة على شكل إشعاع والتخلص من الإطارة على شكل إشعاع معنها نقصة هذه العملية معنها نقص انتقال الطاقة في النظام الضوئي انتقال الإلكترونات في النظام الضوئي ونقص فقدان الإلكترونات الغنية بالطاقة أحبس كما رأت وين منه؟ وين منه؟ شوف السيبر نونة المهم هنا باش نتفاهم على حاجة الاستنتاج يكون الاستنتاج الاستنتاج أن 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 مادة الباتولين تؤثر على عمل جزيئات اليخضور مش معناها؟ تمنع تمنع فقدان الإلكترونات تمنع أكسادة الأنظمة الضوئية هذا هو الكلام تمنع أكسادة الأنظمة الضوئية بس كيف أكسادة الأنظمة الضوئية شنو هي؟ فقدان الإلكترونات غنية بالطاقة بما أنه رأي يزيد الإشعاع معناها رأي ينقص فقدان الإلكترونات الغنية بالطاقة فقدان الإلكترونات يكون عن طريق انظمة ضوئية. اذا مادة الباتونين تؤثر على عمل جزئيات نخبر. وتمنع فقدان الالكترونات. صح. اه الشيخ. وصلنا اشرح طريقة تأثير مادة الباتونين على الاعشاب الضرر. اسمع. شوفها سيبلنا. وراء. والله اغير اه بزاف افكار اخترتو في ليلة الرعد اللايب الاخير. في اليوتيوب هذك راح يكون لايب خرافي. صح. وراءنا ويكننا ايه بعد ما تدروا هذي خلاص استنتاج دلناه. يمنع اكسدة الانظمة الضوئية. يا جماعة شوفوا. الفرضية تعنا وشنو هي. بس حي الشيخ يؤرق الانتقال الالكترونات. يؤرق الانتقال الالكترونات. مش لازم تكون مادة هنا يبين المادة تؤثر على النواق الالكترونات. يعرق الانتقال الالكترونات ولا يؤثر على النواق الالكترونات. اتونسيون. هذاري. 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 دوك الفرضية. فرضية تعنا وشنو هي? ربما مادة الباتونين ها هذه فرضية صحيحة. تمنع ها تؤثر على الانظمة الضوئية. تؤثر. تؤثر على على الانظمة الضوئية وتمنع اكسادتها. هي تمنع الاكسادتها. فلا تحدث اكسادت الماء ولا ينتقل او ينطلق عفوا ينطلق الاكسجن. دايما الفرضية تعجز انت لحقها اوين? الى انطلاق الاكسجن. بوركوا. 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 لماذا? بوركوا. لانه في الجزء الاول. في الجزء الاول اربط لك الباتونين مع نسبة الاكسجن منطلق. دونك اوتوماتيك مو. كيقول لك فرضية راح تربطها انت. وهي الفرضية. لتوضيح آلية تأثير على التحول الطاقوي. آلية تأثير على التحول الطاقوي. فلا تحدث اكسادت الماء ولا ينطلق الاكسجن. وتتوقف عملية التركيب الضوئي. لحقها الى التحول الطاقوي. لانه قال لك على التحول دايما. فرضية فيما يخص ماذا? مش يقول فرضية تروح تجري. فرضية تحاولها ماذا? مش راح بتعرف. فرضية تحاول تأثير هذه المادة على كذا. معناها تكتمد الفرضية راح تلحق الى تأتي المادة على كذا? على هذه. على التحول الطاقوي. والتركيب الضوئي. صح. الفرضية اللي احنا اكدو صحاتها فيما بعد. والفرضية التانية وشنو هي? وشنو هي? دو كمد فرضيات? ها? فرضيات اللي تكون قريبة. مثلا هوريك انزيم. ها? وكان زعمة انزيم اكسادت الماء يتطبط يتوقف. هل يحدث اكسادت البي از دو? لا تحدث اكسادت البي از دو. بالتالي لا لا تحدث اكسادت الماء. اذا الفرضية التانية هايني. يؤثر الباتولين على عمل انزيم التحلل الماء. فلا تحدث اكسادت الماء. ولا ينطلق الاكسجن وتتوقف عملية تركيب ضوء دلو ثلاثة وبركنتومة. والطروازية مشنو هي? الطروازية مشنو هي? مثلا ثلاثة. فيس كعطالك مع انتقال الالكترونات. نقوله بان الباتولين يمنع انتقال الالكترونات بين البي از دو والبي از ا. لا يمنع اكساد البي از دو. ولا يمنع اكساد البي از او انما يؤثر على انتقال الالكترونات. اه مادة الباتولين. تؤثر على انتقال الالكترونات بين 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 انتقال الالكترونات في سلسلة النواقل بين البي از دو والبي از ا ا في سلسلة النواقل بين البي از دو والبي از ا زين عال زين عال زين عال يالله ذو كنجاوبوا السؤال تانا اشرح طريقة تأثير الباتولين على الاعشاب الضارة بما يسمح لك من التأكل من صحة احدى الفراضيات هنا لازم دير التركيب بين تلف استنتاجات تانا والرغم استنتاجات تانا الاستنتاج الاول استنتاج الاول ان ان الباتولين تمنع تركيب شكون الاتي بي والر اش دول هذا تمنع تركيب تاحهم هادو مين في المرحلة كيمو ضوئية هادو تركيب تاحهم مين يكون في المرحلة كيمو ضوئية زين الاستنتاج تاني ان الباتولين يعرقل ها انتقال الالكترون في السلسلة التركيبية صح هذا وين يصرق في المرحلة كيمو ضوئية صح زين زين روحوا ان الباتولين ها باتولين يثبت اكسادة الانظمة الضوئية صح هذا وين في المرحلة الكيمو ضوئية يا جماعة هادو كعرهم مرتبطين مع بعضهم لما راكن فايقين الباتولين هاي الفراضي الصحيح هذي هي يعني ثبتناها هنا ثبتناها هنا صح هو ما قال ليش صادق غير على الفراضي الصحيحة وين قال لي صادق على الفراضي الصحيح انا درغل على هذي ترواز هي تجربة تعجيب فوش قال لي قال لي اعطيني تأثير تعمدة الباتولين تأثير تعمدة الباتولين انها مرتبط معهم في ثلاثة تركيب وين يكون تبدأ بالانظمة الضوئية انباد انتقال الالكترونات انباد اكسادة الارجال ارشدو ايضا 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 ا وتراكمه. واكسدة الماء. وتركيب الاتي بي. لا يحدث. اسمه هذي تدفع الهادي وهذه تدفع الهادي. خليب يا. واش نقوله? اكتب عندك? اكتب نمليلك يا الله اكتب 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 اكتب. اكتب عندك نمليلك. اكتب اكتب. الباتولين يطبط اكسدة الانظمة الضوئية ولا يمنع اكسدة الانظمة الضوئية. البي اس 2 البي اس 1. فلا تحدث اكسدة الماء. ولا ينطلق الاكسجين. هذي نحكو بها الحكاية الوثيقة الولا اكتب كري. هذي لا ينطلق الاكسجين. صحيح. صح. ومنه لا يحدث انتقال الالكترونات في السلسلة التركيبية. صحيح. فلا يحدث ارجاع مستقبل الالكترونات. الارش دول. ولا يحدث ضخ الاش بلوس. ولا يحدث ضخ الاش بلوس هنا. عبر السلسلة. عبر يا ربي. عبر تيدو. ديروا هكا تيدو ديرت. تيدو بين قوسين وش يسموها النقل موضعي. صح. فلا يحدث تراكم. فلا يحدث تراكم للاش بلوس في تجويف تراك ويد. ومنه. لا يحدث تدرج في تركيز البروتونات. بالتالي. لا يحدث تركيب الاتي بي. آه خلاص. كمنا مع هذي. كمنا مع هذي. بتاني لا يحدث ماذا؟ تركيب الاتي بي. وهذا ما يؤكد صحة الفراضية. عبر يشوش ديروها انتم. ما ديروا الفراضية اللولة ولا الثانية ولا الثالثة ولا ازيولاي. ديروها تروازية ما هذي. وهذي واحد وهذي اثنين. وهذا ما يؤكد صحة الفراضية ثلاثة. وينفي الفراضيات. ها؟ ماذا فراضيات؟ الآخرى. معناها الفراضية واحد واثنين. شوفوش حالة السؤال الشباب. اشرح طريقة تأثير مادة الفاتولين. او ما فين يا ذيك صاح. على الاعشاب الضرة بما يسمحوا لك بالتأكد على من صحة احدى الفرضيات المقترحة. باستغلالك انت لاشكال الوثيقة. انه اللي استغلناهم هاوليك استغلالية. انا هذا هو التركيب تاعي. بعد ما ندركيب. هذا هو. ومكتساباتك. اه وين كانت مكتساباتك? كانت مكتساباتي بزاف. كنت مكتساباتك. كانت في انتقال الالكترونية. كانت في ضخء الاش بلوس. كانت في طراكم البروتوني. ها كانت في تحفيز الأنزيم. اتركيب الان بزاف مكتساباتي. اني هضرتهم او باساج. صحي الشيخ انت رك اعطلتنا حق الملاحظة مقبله رك تحت فيها وشنو هي اشرح طريقة تأثير الباتونية على الاعشاب الضرة هل اشرح تأثير تحال الاعشاب الضرة ها هل اشرح تأثير تحال الاعشاب الضرة لا لا العلماء كيعرفوا بان الفطريات تخدم هذه المادة السامة التي تعطل او تطبط عن التركيب الضوئي خم وملح قال لك هذه المادة نقدروا نستعملوها ضدها شكون ضد الاعشاب الضرة بس الاعشاب الضرة وش تدير رائعه اعشاب الضرة تروح للشجرة ياخي وتريح قدامها وتنمو على حسابها تكبر على حسابها كيف اش تدير اعشاب الضرة تمتص الماء والاملح المعدنية وتقوم بعمل تركيب ضوئي وهي تجيب روحة تدي الاسميدة تدي الماء والاملح المعدنية والشجرة تخليها نشفة الباتيولين هذي بما انه تطبط عملية تركيب الضوئي الاعشاب الضرة اللي تكون اوزالونتور قدامها نرشوها بمداد الباتيولين نوقف عملية تركيب الضوئي تاعة ونخلوه النبتة برك لي اللي تدي كلش ما نخلوهش تتقاسم معاها خير من انتا دايما نفلح كل يوم يدور على الاشاب الضرة كل ما تكبر يبدأ ينحي فيها ونحي فيها ديركت يومون يخليها تكبر شوية ويعطيها بالمبيد هذا مبيد باتيولين لكن مبيد هذا مستخلص من الفطريات السامة هذه فطريات استعملناها لاغراض تحسين المنتوج الزراعية ومحاصيل الزراعية لكن انت كيف اشيك كيف اشيح تدير كيف تقول له هاكا ها تمنع تركيب الارشد والاتيبي وهذا وهذا ما يؤدي الى توقف المرحلة الكيمو حيوية وعدم تركيب الجزيئات العضوية وراء الجزيئات العضوية كيف شفناها هنا يا قلنا بان الارشد والاتيبي ضرورية يتركيب السكريات خلاص عدم تركيب الجزيئات العضوية وهذا ما ينقس من معدل نمو شكون الهم هذه شكون هي شكون هي شكون هي شكون هي شكون هي شكون هي الاعشاب الضعب انت حمودان ايه بصحتكم يطح في الباك فكرة كيمادي وما تخدموهاش نهرسك الجزء الثالث توضح بمخطط الالية التي تستهدفها مادة الباتولينة ومستوى تأثير هذا الاخير باستغلال المعلومات المستخرجة مما سبق ومعارفك الخاصة راح تربط انتال مراحل اللي تصرف الكيمو ضوئية والكيمو حيوية مراحل اللي تصرف الكيمو ضوئية والكيمو حيوية وش عندك عندك فتونات ها سقوط على الانظمة الضوئية ها سقوط الفتونات هنا تصرف اكسدة الانظمة الضوئية ونبعد تصرف حركات الالكترونات في السلسلة التركيبية وتحدث كذلك ماذا كيزج حواجي يصرف امام طو هادو الزوج واكسدة الماء اكسدة الماء تصرف حركة الالكترونات السلسلة التركيبية وتصرف اكسدة الماء خلاص ونبعد ونبعد باش اسكن ديلو ماء كاولا ديلو ماء بعضها ما عليش يا روح نبدو باكسدة الماء اكسدة الماء ونبعد حركة الالكترونات في السلسلة التركيبية ونبعد ضخ الاش بلوس الى تجويف الكويس صح ونبعد ارجع الاراش تنين نواق الهيدروجين ونبعد تركيب الاتيبي نص صح الالية التي تستهدفها مادة الباتيولين هي المحاكمة ضوئية يعني درتها في المخطط مستوى تأثير هذه الاخيرة هنا مادة الباتيولين مادة الباتيولين تؤثر هنا كي تؤثر هنا هذا يحبس هذا يحبس هذا يحبس هذا يحبس هذاiert هذا الانظيمة ضوئية كيناة في الموضوع لما كيش كيناة اكسال التو sir حركة الالكترونات كيناة في الموضوع لما كيش كيناة ضخ الاش بلوس لماذا لأنه يحدث ارجاع الاش ا Pang رجد وتركيب الاتي بي. هذا تسلسل تفاعلات في المحاكمة المضوئية هي اللي كانت الهدف عملية مادة الباتيولين. انت تديرها في حالة طبيعية ما تدير غير بإشارة ببارك للباتيولين. ماذا يجب أن تعاودهم؟ مش هتعاود فيهم انت. تعاودهم وتقول هذي لا تحدث. هذي تحدث. هذي حاجة ما تصرق. من تأثير المادة وروح يتوقف كل شيء. سما انا بنت لك هكذا نعلموا ان المحاكمة مضوئية ونشرحها باختصار. تسمى انت المحاكمة مضوئية اللي فيها بزاف معلومة. نشرحها باختصار. والفرضية اللي ما على باليش اصلا اسكهية فرضية صحيحة ولا لا لا. حبيت تتمدلها بالزات وجاتك شوية زوج اصلا. لا يا صديقي. لا يا عزيزي المفضل. وانه كانت اش راح انت المحاكمة مضوئية. تلقى لك هتكرر في الكلام هنا وهنا وهنا. سما اهدرت على كلش. نعلموا انتاك خليها عندك. نقولوش نعلمو انها هنا. نعلمو انها حتها حكي لي الدرس حتها حكي لي حياتك. فهم? انا مديت لك المحاكمة وضوئية هذي. رسمت هالك بيش تعرفوش نوما الفرضيات. بس حتي بايش تعاو تكتبها قاعد. حتى تدير نعلمو انه وقاعد وقاعد وقاعد. ومبادر حتها تعاو تهدر هادا الفرضية بش راح تقول. نعلمو ان اكسيدة الماء اكسيدة الماء تحدث بعدها اكسيدة الانظيمة الضوئية سقوط فتولت والله يا اخوي غير تدير نص علمي. راح تدير نص علمي بلا واحد ما قال لك نص علمي. شاف راح تجاوب على سؤال غير مطروح. ما مطروح اصلا. ومبادر تعاو تكي تكمل قاعد انظيمة تكمل محاكمة ضوئية تعاو تجهنايا. تقولو تؤثر على الانظيمة الضوئية. وش راح تدير ومبعد مرة وشنا؟ عتش راح ليقع التفاعل في كايني. خاولك خيلو الكلام ما قلة ودلة. شوفت صحيح النامودة دي تاع الباك فيه ورقة فيها جاع الباك. موضوع الاول وموضوع التالي. بقى لك غلطك الحال. شنالي سيونتيفيك ما نظروش بزار. نظرو شوية نفهمو بزار. يلا. اللي زي ليقع. فرضية كاميرا مصحح نعم. فرضية كاميرا مصحح. بالصح الهدف ما مش صحيح. شوف. هناش قلنا. الباتولين يؤثر على عامل انظيم تحلل الماء. هنه وش معناه يؤثر عليه بشكل مباشر. صح من فرضية تانا. يؤثر على الانظيمة الضوئية ويمنع اكسادتها. هنه يؤثر عليه بشكل غير مباشر. هنه وش معناها. اسكو الباتولين راه يطبط في انظيم تحلل الماء في حد ذاته. لا لا. راه يمنع في اكسادة الانظيمة الضوئية. مما يؤدي الى عدم عدم حدوث نشاط لهذا الانزيم. الانزيم لا يعمل اذا ما نصراش اكسادة الانظيمة الضوئية. ياخي بسراء اكسادة الانظيمة الضوئية. باش النظام الضوئي يضر للانزيم يقولوا اسمع روح جيب لي الالكترون التائم من اكسادة الماء. تم رح يخدم الانزيم. في هذه الحالة شكل ما متأثر? الباتولين يؤثر على الانظيمة الضوئية. يمنع نشاطها. بالتالي لا تحدث اكسادة الانظيمة الضوئية. فلا يحدث كده. فلا مرتبطة مع بعضها ولكن ليست بطريقة مباشرة طريقة غير مباشرة. ها? هذلك العلاقة بين نمو النابات والتركيب الضوئي. اه ما ليش? هي ما يصراش التركيب الضوئي. ما يصراش تركيب الجزيئات العضوية. هاوليك تركيب الضوئي وتحول الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كامنة في الجزيئات العضوية. في السكاريات. ما عندك السكاريات. لا يمكن لي النابات الاخضر ان ينمو ويظاهر. هذا ما كان. ما يصراش عامل تركيب الضوئي. ما يصراش تركيب الجزيئات العضوية. يعني كتبتها. سكاريات. بالتالي ما كانش مصدر طاقوي للنبات. لا يمكنه ان ينمو. فيتناقص معدل النمو. تهذه المرحلة كيف حيوي في فرضية راسك يا طيار. يعني قلتها لك. يعني قلت لك هنا في الوثيقة تنين. في الشكل الآلي في الجدول. في الجدول. الارش دول اتي بي. مش معنى الباتولين الارش دول اتي بي تركيب تحوينيكون. تركيب تحوينيكون في المرحلة كيمو ضوئية. ونسحقوهم في المرحلة كيمو حيوية. هما. هذا الباتولين يؤثر على تركيبها. كعلى استهلاكها. يؤثر على تركيبها. تركيب الارش دول اي بي. المرحلة كيمو ضوئية. اذا لا يؤثر المرحلة كيمو ضوئية. يؤثر على المرحلة كيمو ضوئية. وبعد ينعكسوا ذلك على المرحلة كيمو حيوية. انا كما نخليش تركب الاتي بي ونواق الهيدروجين والراشدو اوتوماتيك مو المحاكمة حيوية حتنضر صح هذا لا يعني ان المادة هذي اثرت المحاكمة حيوية لا لا ضربتها في المحاكمة ضوئية بسقلة اثرت المحاكمة حيوية ملحية وشنهما نواديج المحاكمة حيوية بنتي نواديج المحاكمة حيوية هم شكون هما الاتي بي زي البي لان هذا الاتي بي يستعمل في المحاكمة حيوية هذا الناتج محاكمة ضوئية عند استعماله في المحاكمة حيوية مثل هذي نتائج والراشدو هو ناتج المحاكمة ضوئية عند استعماله في المحاكمة حيوية يولي ار يعود الى حالته الاصلية سمه هذو ما عنده حتى علاقة بهم هو لا يمنع تشكل هذو ويمنع تشكل هذو وهذا ما اراشدو الاتي بي رغم في المحاكمة الضوئية يا ولادي النبات يركب المواد العضوية يا خي جزء منها يا جماعة تركيب الضوئي وش فيه يحوي الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية كاملة في المركبات العضوية جزء منها يستعملوا ليه في عامية التنفس تاعه باش على شبسك في عامية التنفس يصرا هاد المادة العضوية واستخلاص الطاقة وهذه الطاقة يخدم بها يعيش بها النابات والجزء الاكبر يخليهونا وين في المدخارات في الثمار تاعه بعد احنا كائنات متطفلة ما نديروش تركيب ضوئي روحو نعتمدو على النابات ناكلو تشينا ناكلو 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 وانكا باش نخدمو احنايا عامية التنفس تاعنا كنا عدنا مصدر للمادة العضوية استاذ نقدروا نكتبوا الاستنتاجات مع بعض في الجزء الثالث من التمرين في حالة وجود نص عمي في حالة وجود نص عمي بين النص عمي رح يقول لك زعمة وصرا كامل وصرا كامل من الجزء الاول الجزء الثاني هو مجموعة المعلومات اللي عندك والمعلومات هي عبارة عن استنتاجات اوتوماتيك مو رح يا الياس رح تجمع الاستنتاجات مع بعضها وشنو متخليش كمراهي ما بين استنتاج واستنتاج واستنتاج تثري الموضوع تزيد شوية شوية لدينا نص عمي كبير لبس عليه ظهلا شكرا لكم على حسنا والمتابعة شكرا لكم اشتركوا في القناة